اشتركوا في القناة من الملتحقين بورشة دراسة القانون من المدرج إلى أفاق المستقبل العملي سمحوا لي بس أتأكد كنت عايز أتأكد أن الصوت واصل بشكل جيد استاذ إبراهيم الصوت واصل بشكل جيد لمطلق الورشة ولا في مشكلة في الصوت أتمنى الإجابة ولو من خلال شات النهاردة بإذن الله تعالى إحنا بنعرض في ورشة دي للأفاق المستقبلية لدراسة القانون من خلال جامعة أبو ظبي الآن إحنا كلية القانون بجامعة أبو ظبي لها رؤية واضحة بالتمثل في أنها تصبح في مقدمة كليات القانون في دولة الإمارات العربية المتحدة ومن بين أفضل خمس كليات للقانون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خصوصا مع التنامي الواضح لإعداد طلابها على مدى الثلاث سنوات الأخيرة يكفي أن أقول لحضراتكم أن ما بيتم من زيادة دي أعداد الطلاب بيفوق نسبة المية في المية سنويا عشان كده حطينا هدف لكلياتنا كلية القانون بجامعة أبو ظبي إن إحنا نصل بعدد طلابها إلى 1250 طالب في خلال العام 2024 مستعينين دا في ذا برسالة واضحة للكلية رسالة دي بتتمثل في أننا نقدم تعليم قانون تخصصي متطور بيتسم بقدرته التنافسية العالمية من خلال استخدامنا لعدد من الأسليب التدرسية المبتكرة واللي كلها بترتكز على تكوين الملكات القانونية للطلابنا حيث أن كلية القانون بشكل عام سواء درست القانون من خلال جامعة أبو ظبي أو من غيرها من الجامعات هي كلية اكتساب المعارف والمهارات القانونية النظرية والعملية يمكن دايما بنقول إن كلية القانون هي من الكليات القليلة اللي بتمكن الطالب من اكتساب عدد من المعارف والمهارات سواء القانونية أو غير القانونية كمان فبتدرس من خلال كلية القانون عدد من فروع العلم المختلف سواء علم القانون أو حتى العلوم الاجتماعية الأخرى المساعدة من اقتصاد من اجتماع من نظم سياسية من علم نفس في نطاق دراسة علم الجريمة والعقاب من دراسة الأحكام الشريعة الإسلامية علشان كده دايما خريج القانون بيتسم بالثقافة الوسعة والإدراك الواسع لمختلف مناحي الحياة ومن خلال كلية القانون احنا بنسعى من خلال برامجنا الدراسية لإعداد طلاب يتمتعوا بدرجة عالية من المهنية القانونية عشان يبقوا قادرين ان هما يستوفوا مطلبات سوق العمل التنافسي ويقدروا يواجهوا تحديات هذا السوق وده بيكون من خلال تقديم تعليم قانوني متطور وتدريب سواء تدريب داخلي داخل الكلية أو تدريب خارجي من خلال الذهاب إلى المحاكم المتخصصة والدوائر القضائية المختلفة تدريب ده اللي بيرتكز أو بيقوم على تدريب الطلاب على محاكماته الصورية زي ما شفت حضراتكم في بعض الصورة المرفقة أو إعداد المذكرات القانونية والتجهيز للمرفعات الشفوية وغيرها وغيرها من صبل ووسائل التدريب في كل طرق تدريبنا اللي بنعتمد عليها احنا بنعتمد على اننا نلتزم بقواعد ومعايير الاعتماد العالمي وضمان الجودة عشان كده كلية بتعتمد على أكتر من عامل وأكتر من أساس ننهى أنه في استعانة الكلية بأسازة متخصصين بنعتمد على عدد من الأسازة اللي بيمثله صفوة أهل الخصاص وهي الفاخ القانون فبتعتمد كلية القانون بجامعة أبو ظبي على كادر تدريسي متميز مختار بعناية من صفوة حمل الدكتوراه في كل تخصص قانوني من جنسيات أكتر من سبع دول أربية وأجنبية ابتداء من فرنسا إلى مصر إلى لبنان إلى الأردن إلى فلسطين إلى المغرب وإلى طبعا بجانب طبعا دولة الإمارات الحبيبة فبيتسم هذا الكادر بالتنوع من حيث الجنسيات والتنوع من حيث القدرات كمان قدرات كل أستاذ من الأسازة كمان يمكن التدرج في المستوى الوظيفي فلدينا من تداء من المدرسين إلى الأسازة المساعدين إلى كبار الأسازة وقدم حضراتكم صورة بتضم مجموعة كبيرة من أعضاء هذه التدريس بكلية القانون جامعة أبو ظبي مش بس كده احنا كمان بنعتمد من خلال كليتنا على أسليب تدريس متنوعة وتدريب قانوني متخصص ومتطور ويمكن الصورة المرفقة قدام حضراتكم دي بتوضح إحدى جلسات المحاكمات السورية اللي بندرب عليها طلابنا من خلال مساق التدريب الداخلي واللي في كل ترم بيتم تدريب الطلاب على قضية مختلفة وفي الغالب بتكون هذه القضية قضية جنائية بيمارس من خلالها طلابنا الأدوار المختلفة لجهات العدالة فمنهم من يمثل أدوار المحامين ومنهم من يمثل أدوار القضاء ومنهم من يمثل دور الديابة العامة وغيرها وغيرها من معاوني العدالة تعتمد الكلية في أساليب تدرسها على تقديم هذه العلوم والمعارف والمهارات القارونية لطلابنا عبر طرق وأساليب تعليم متنوعة ومتطورة بتشمل فضلا عن المحاضرات النظرية التدريب العملي على القضايا من خلال زي ما قلنا المحاكمات السورية من خلال عدد من الندوات العلمية اللي بتعقد خصيصا لطلابنا وطالباتنا من خلال عدد من ورش العمل اللي ممكن تعقد للطلاب بتوعنا في قاعات مجهزة خصيصا لذلك وطالما احنا بنتكلم عن الأفاق المستقبلية للعمل أو لدراسة القانون فلابد أننا نعرض للفرص الوظيفية لخريجي كلية القانون فبنقول أن كلية القانون من الكليات القليلة أيضا اللي بتعطي فرصة لخريجيها أنهم يلتحقوا بعدد كبير جدا من المهن المختلفة المهن القانونية المختلفة بعوائدها المادية والمعنوية قل لما تجد كلية ممكن تمنح فرصة لخريجها بأنه يلتحق بأكثر من عشرة مهن أو عشرة أماكن ممكن يلتحق بوظائف مختلفة فيه الحصول على بكاريوس القانون هو المنفذ الرئيس لممارسة العديد من المهن السامية والأنشطة داخل دورة الإمارات العربية المتحدة هذه الشهادة بتخول نحاملها الحصول على العديد من فرص العمل من أهم مثلا فرص العمل اللي ممكن بتمنح لي خريجي كلية القانون إنه بيكون عنده فرصة أو لديه فرصة للإضحاء بسلك القضاء ومن قبله طبعا النيابة العامة أو النيابة العسكرية هذا القضاء اللي في مصر ما بيختصرش بس على القضاء العادي عندنا القضاء العادي والقضاء الإداري عندنا هنا أيضا يمكن هنا عندنا مش مواغين مش في دولة الإمارات لا نتبع نهج التقسيم القضاء إلى قضاء عادي وقضاء إداري لكن هناك دوائر عادية ودوائر إدارية ودوائر جنائية ودوائر شرعية أيضا الحصول على باقي نفس القانون وخريج قليات القانون بإمكان الإضحاء بسرك الدبلوماسي والقنصولي زي ما سرك الدبلوماسي والقنصولي ممكن يعتمد على خريجي كليات زي كليات الاقتصاد والعلوم السياسية أيضا بيمنح الفرصة لخريجي كليات القانون أنهما يلتحقوا بالسرك الدبلوماسي والقنصول أيضا حامل باكاريوس بإمكانه الحصول على رخصة ممارسة مهنة المحامات عقب اجتياز طبعا الدورة التأهلية واللي في الحقيقة جامعة أبو ظاب بتكون مسؤولة أو خلال برتوكول تعاون تم مع وزارة العدل أصبحت جامعة أبو ظاب هي المسؤولة عن عقد امتحانات الدورة التأهلية للحصول على رخصة المحامات والتحاق بيه الدورة التأهلية للحصول على رخصة المحامات فبيتم عقد دورة تدريبية للطلاب قبل دخول لهذه الدورة التأهلية وعقد امتحان لهؤلاء الطلاب كل ده بيتم من خلال كلية القانون الجامعة أبو ظاب عبر البرتوكول المواقع ما بين الكلية أو ما بين الجامعة أو ما بين وزارة العدل أيضا بإمكان خريجي قليات القانون وحاملي بكارولوس القانون ممارسة مهنة الاستشارات القانونية فممكن نصبح مستشار قانوني وبإمكانه طبعا تقديم الاستشارات القانونية سواء المحلية أو الدولة الإضافة لده بإمكان أيضا حامل بكارولوس القانون شغل مهنة تحكيم يعمل به مهنة تحكيم التجاري والدولي في المنازعات القانونية المختلفة اللي ممكن تقوم بين الشركات المالتناشنال في العالم بشكل عالي بالإضافة لده بإمكان أيضا حاملي بكارولوس القانون العمل في المنظمات الدولية والحقوقية في الدولة بالإضافة إلى إمكانية شغله لمهنة كتاب العدل أنه يصبح كاتب عدل وبإمكانه أيضا أن يعمل بجهات التوصيق المختلفة وجهات التسجيل والإشهار سواء التسجيل العقاري أو السجيل التجاري أو تسجيل السفر فضلا عن إمكانية التحاق بإدارات شؤون القانونية في الشركات الحكومية أو الهيات الحكومية أو الشركات كمان الخاصة والبنوك والمؤسسات الخاصة فضلا طبعا عن إمكانية استكمال حامل بكارولوس القانون وخارجي كلية القانون استكمالهم لدراستهم فبإمكانه أن يكمل دراساته علية ويحصل على درجة الماجستير ثم الدكتوراه ليلتحق بسلك التدريس الجميعي ويصبح عضوا بهذه التدريس بكلية القانون من الصعب جدا أنك تجد هذا الكم الكبير من الفرص الوظيفية لأي خارج زي ما ممكن تلاقيها في بجازبة لخارجي كلية القانون أي كلية تانية أقصى عدد فرص من الوظائف ممكن لا يتجاوز الفرصتين ثلاثة من خلال كلية القانون أبواب التحاق بسلك العمل بتجدها متعددة وزي ما انتم شفتم وعرضنا يمكن بتصل لأكتر من عشر منافذ وعشر مهن مختلفة ممكن يلتحق بيها خريج كلية القانون كلية القانون كده عشان كده بنقول كلية القانون كلية الطموح احنا من خلال الكلية ومن خلال كلية القانون جامعة أبو الظبر لم نتقوقع ولم ننغلق على أنفسنا فعقدم عدد من برامج التعاون المهنية سواء مع وزارة العدل الإماراتية أو مع معهد تدريب ودرسات القضائية كذلك مع جمعية المحامين سواء بفرعيها أبو ظبي ودبي علشان كده الفترة الأخيرة هتجدوا عدد من الندوات المختلفة اللي بتعقدها جمعية المحامين واللي بيلقيها عدد من أساس جامعة أبو ظبي كمان عقدم عدد من البرامج مع العديد من مكاتب المحامية العريخ ومن خلال برامج التعاون المهنية دي احنا بنقدر نرحب طلبنا بهذه الجهات والهيئات فسمحنون بالتدريب الخارجي عندنا طبعاً مصاق لا بد أن يستوفيه الطالب وهو مصاق التدريب الخارجي التدريب الخارجي يمكن أن يقوم بالطالب في أي جهة أو أي مؤسسة من مؤسسات وزارة العدل الإماراتية أي محكمة من محاكم الخاضعة لوزارة العدل الإماراتية ممكن كمان التدريب الخارجي يقوم بالطالب في أي مكتب من مكاتب المحامية المعتمدة لدى الكلية هذه البرامج بالحقيقة بتسمح لنا بأننا نتعاون بشكل كبير مع المؤسسات المختلفة وبينفيدها من خلال هذه البرامج وبينفيدها وبتقدر كمان هذه الجهات تفيدنا وتفيد طلبنا بأشكال مختلفة طيب لو حبينا نتعرف على بقى البرامج الدراسية اللي بتطرحها كلية القانون جامعة أبو ظرب هنجد أن احنا عندنا ثلاث برامج برنامج واحد للبكاريوس باللغة العربية وبرنامجين للدراسات العديدة نسبة لبرنامج البكاريوس في القانون فهذا البرنامج لغة الدراسة فيه 80% من مساقات المطروحة بهذا البرنامج بيتم ترحها باللغة العربية و20% فقط من المساقات باللغة الإنجليزية إجمالي عدد المساقات اللي بتطرح في برنامج البكاريوس في القانون هو عدد 46 مصاب بما هو إجمالي يعني عدد ساعات المعتمدة له هذه المساقات 132 ساعة أما برنامج أو برنامجي الدراسات العليا فبيتضمن برنامج الماجستير في القانون العام وبرنامج الماجستير في القانون الخاص ولغة الدراسة في كلا البرنامجين هي اللغة العربية يمكن استثناء واحد بس ماجستير في قول العام أنه فيه مصاق واحد باللغة الإنجليزية إجمالي عدد المساقات اللي بيدرسها طالبنا طالب الدراسات العليا في القانون العام هو 8 مصاقات 6 مصاقات إجبارية ومصاقين منهم مصاقين اختياريين بعد ما بيخلص الطالب بتاعنا 8 مصاقات بيبقى مطلوب منه إعداد رسالة علمية بالتناول بحث ومناقشة موضوع قانوني متخصص سواء في إطار القانون العام أو في إطار القانون الخاص حسب تخصصه اللي هو دخله سواء ماجستير في قانون العام أو ماجستير في قانون الخاص إجمالي عدد الساعات المعتمدة في برنامج الماجستير الواحد هو 33 ساعة منهم طبعاً 9 ساعات بتوع الرسالة العلمية وال24 ساعة بتوع 8 مصاقات اللي بيشمله 8 مصاقات 6 الإجباريين والتين اختياريين ويمكن إحدى أهم المميزات اللي ممكن تكون موجودة في جامعة أبو ظبل إن الطالب بيقدر ينجز 8 مصاقات المطلوبة قبل ما يعد الرسالة العلمية في خلال سنة واحدة فقط إذا كان طالب متميز لأننا بنطرح عدد كبير من المصاقات بيبقى فيه إمكانية للطالب إن هو يختار ما بينها ويقدر ينجز مصاقاته في وقت قياسي ممكن يصل إلى حد السنة بالنسبة لي المصاقات ده بالنسبة لي البرامج الدراسية اللي بتطرحها الكلية بالنسبة لي شروط الالتحاق بالبرنامج البكاريوس في القانون بنجد إنه هذه الشروط بدأت أو في الفترة الأخيرة في الحياة بيارد عليها العديد من التغييرات والتعديلات فبتطلب دلوقتي الحصول على شهادة السنوات العامة بمعدلات مختلفة بالإضافة إلى شهادة السنوات العامة كمان بيتطلب الحصول على شهادة إمسات عربي بمعدل ألف على الأقل بالنسبة لي البكاريوس بالإضافة إلى الحصول على شهادة إمسات برضو إنجليش بمعدل ألف برضو على الأقل ألف درجة وبعد ما حضراتكم بيه تقدموا طلبكم اللي لازم يكون مستوفي شهادة سرواع العامة وشهادة الإمساة العربي وشهادة الإمساة باللغة الإنجليزية بيوقد لحضراتكم اختبار تحريري للدخول يعقوبه مقابلة شفاهية مباشرة مع عدد من المسؤولين في الكلية بيطلب برضو ان الطالب يكتاز سواء المقابلة التحريرية او الاختبار التحريري وكذلك المقابلة الشفوية اللي ممكن تعقد دي الطالب طيب لما نيجي نحب نتعرف على الخطة الدراسية لكلية القانون باكاليوس القانون بنجد ان الخطة دي بتشتمل على دراسة ستة واربعين مصاق عبر او من خلال او خلال اربع سنوات ممكن الطالب طبعا يقلل هذه المدة حسب تمييزه وحسب قدراته فممكن يقدر يحصل على باكاليوس القانون في مدة اقل كمان من الاربع سنوات طالما انجز الستة واربعين مصاق بدون اي مشاكل يجمالي عدد المصاقات او عدد ساعات المصاقات المطلح لها ستة واربعين مصاق يصل الى مية اتنين وتلاتين ساعة مقسمين باكالتالي عندنا مصاقات كلية اجدارية والزامية لازم يدرسها الطالب ودي بتشتمل على تلاتة وتلاتين مصاق يعني ستة وتسعين ساعة عندنا كمان مصاقات كلية اختيارية ودي عندنا بتشتمل على تسع مصاقات يختار منهم الطالب تلات مصاقات فقط يختار بس الطالب تلات مصاقات فقط بالاضافة الى مصاقات الجامعة الاختيارية او مصاقات الجامعة الالزامية ودي بتشتمر على عشر مصاقات بما هو اجملية تلاتين ساعة لما نيجي نجمع عدد الساعات دي هنلاقيها كلها بتكون مية تنين وتلاتين ساعة بالضبط ستة ساعين وتلاتين وستة ساعات يبقى مصاقات لكلية الزمية مصاقات لكلية اختيارية بالاضافة الى مصاقات الجامعة للاجبارية واللي بتشتمر على زي ما قلنا بالنسبة للمساقات الكلية الزمية تلاتة وتلاتين مصاق دول عبارة عن ايه دول عبارة عن اللي قدام حضرتك دلوقتي ويمكن احنا عاملين المصفوفة اللي قدام حضراتكم دي عشان يقدر الطالب يعارف هو هيدرس ايه بالزبط طبعا مفيش وقت قدام مش وقت مناسب احنا نعرض لكل هذه المصفوفة لكن اللي عايزة بتضح لحضراتكم ان دراسة المواد بيكون بشكل متدرك وكل مصاق من المساقات بيكون متطلب لبعض المساقات الاخرى التالية ليه زي ما واضح بالشكل قدام حضرتك فمادة مثلا زي المدخل لدراسة القانون هتجد ثلاثين مصاقات الكلية معتمدة على دراسة المادة دي مادة مثلا زي الاقتصاد هتلاقيها متطلب لدراسة المالية العامة والتشريع الضريبي مادة مثلا زي مدخل لدراسة الفقه الاسلامي متطلب لدراسة الاحوال الشخصية ثم الاحوال الشخصية لما بتدرسها متطلب لدراسة الموارث الوصاية واصول الفقه يعني ما تقدرش تدرس الموارث الوصاية واصول الفقه الا لما تكون اكتست مادة او مساق الاحوال الشخصية ومش هتقدر تدرس الاحوال الشخصية الا لما تكون اكتست مساق المدخل لدراسة الفقه الاسلامي وهكذا فbest نفس الكلام اللغة الإنجليزية واحد وهي من موادي الجامعة لما تنجح فيها بتمكنك من تسجيل لغة الإنجليزية اثنين لما بتنجح فيها بتقدر تسجل مفصلحات قلونية بلغة الإنجليزية لما تنجح فيها بتقدر تسجل دراسات قلونية بلغة الإنجليزية وهكذا ده بالنسبة للمواد الإلزامية بيضاف عليهم طبعاً أنك بتقوم بتصميم بحث تخرج في السنة الرابعة وبتكتاز التدريب الداخلي والتدريب الخارجي التدريب الداخلي عشان تقدر تسجله لازم تكون اكتاز تعدد من المساقات عبارة الإجراءات المدنية والإجراءات الجزائية والأحوال الشخصية التدريب الداخلي بيؤقت في المحكمة الصورية عندنا تحت إشراف أحد أساس قانون الإجراءات الجزائية أو الإجراءات المدنية واللي من خلاله بيضرب حضرتك زي ما قلنا على الأدوار المختلفة لجهات العدالة في المحكمة الوحدة، دوار المحامة، القضاء، النيابة العامة وهكذا كمان بيتم تدريبك على إعداد مذكرات الدفاع والمرافعات الشفوية وتصميم وتنفيذ الأقود القانونية المختلفة عقد عمل، عقد إيجار، عقد بيع وغيرها وغيرها من الأقود بعد اجتياز التدريب الداخلي بتقدر أن أنت تتلتحق بالتدريب الخارجي وأن تتدرب إما في مكتب محاماة أو في محكمة من المحاكم أو ممكن في جهات شؤون القانونية داخل أعمال حضرتك على أنت بتعمل في جهة ولديها شؤون قانونية، ممكن كمان يتم الحقق للتدريب الخارجي فيها التدريب ده اللي بيمتد لمدة 8 أسابيع وبعدد ساعات محددة طبعا لازم تكتزها فيما يخص بقى المساقات العشرة اللي بتطلبها الجمع فقدام حضراتكم هذه المساقات واللي بتجتمل على اللغة الإنجليزية واحد اللي هي إنجليش 100 وإنجليش 200 اللغة الإنجليزية 2 وهارات الاتصال باللغة العربية والثقافة الإسلامية والمهارات الأكاديمية للنجاح ومجتمع الإمارات ودول الخليج والمدخل لتكولوجيا المعلومات ITD والمدخل لابتكار ولاية الأعمال والسية الذكاء العاطفي وتطوير قادة المستقبل دول عشر مساقات إلزامية مفروضين من خلال الجامعة أيضا لابد أنك تكتزهم مع الثلاثة وثلاثين مساق اللي بتدرسهم حضرتك في دخل الكلية طيب بالنسبة للتسع مساقات الاختيارية اللي بنختار منهم فقط تلات مساقات واللي بيطرحوا من خلال الكلية قدام حضراتكم أعطي يستملوا على مواد زي علم الإجرام والآقاب قانون حماية البيئة وقانون حماية المستهلك مستحدثة التجارة الإكترونية تاريخ وفلسفة القانون المنازعات الإدارية قانون الملكية الفكرية والمنظمات الدولية والطالب يختار بس من تسع مواد دول أو تسع مساقات دول تلات مساقات فقط طيب ده بالنسبة لبرنامج البكاريوس طيب بالنسبة للتحق ببرنامج الماجستير بقى في القانون ماجستير القانون العام وماجستير القانون الخاص الشروط تمثل فيه إنك تكون حاصل على شهادة البكاريوس في القانون أو الشريعة والقانون واعترف فيها معدل تراكمي لا يقل عن ثلاثة إن ما كانش أكتر طبعا أقل شيء ثلاثة أيضا بيشترط الحصول على شهادة إمثات عربي بمعدل أعلى شوية بالبكاريوس ألف ومتين وخمسين درجة على الأقل كمان يطلب الحصول على شهادة توفل أو آيلس بمعدل أما 450 بالنسبة للتوفل أو أربعة ونصف بالنسبة للآيلس كمان ممكن طبعا تاخدها بخلال إمثات إنجلش مفيش أي مشكلة في هذا العمر طيب لو أنا معدل التراكمي أقل من ثلاثة في الحقيقة إن فيه استثناء بيسمح له بعض الطلاب إن هم ممكن يلتحقوا برنامج الماجستير بس وفق قيود بقى واشترطات معينة وبطريقة معينة إنك ما تدرش تدرس فقط مادتين في الأول ولازم تعبر عن نجاحك فيهم وتكتزهم بنجاح وبتفوق عشان تقدر تكمل بعد كده ده بالنسبة لي شروط الالتحاق ببرنامج الماجستير طيب خطة البرنامج الماجستير بقى فيه القانون الخطة الدراسية قلنا إن هي بتشتمل على دراسة 8 مصاقات ستة منهم إجبارية أو إلزامية ومصاقين فقط اختياريين إجمالي عدد هذه المصاقات كساعات 18 ساعة لأن كل مصاق يتضمن ثلاث ساعات فستة ساعات بيكونوا 18 ساعة بالنسبة لمصاقات الإلزامية والمصاقين اللي اختياريين بيكونوا ستة ساعات فيبع الإجمال 24 ساعة بعد ما تكتاز التمن مصاقات دول بتقدر أنت أو تكون أنت مؤهل لي إعداد الرسالة العلمية رسالة التخرج رسالة الماجستير أو الاستكمال يعني طلبات الحصول على درجة ماجستير تعمل مذكر التخرج أو بحث التخرج أو رسالة التخرج أي دما يعني المسمى ممكن يتعدد ويختلف حسب كل كلية وأخرى في البداية بيتم اختيار مشف لحضرتك في الغالب الطالب اللي بيختاره بيتعاون مع دارتك كلية وبيتم التنصيق ما بين الطالب وما بين الأستاذ فيه بخصوص يعني عنوان الرسالة البحثية اللي هتقدم وبيتم أو بيقوم الطالب بإعداد خطة بحثه خطة البحث الخاصة بيدراسة أو بتقديم هذه الرسالة وبيتم معرض خطة البحث والعنوان دي على لجنة سيمنار مشكلة من عدد من الأستاذة اللي بيوافق على تسجيل الخطة والعنوان لصالة للطالب ويبدأ الطالب بقى يكتب فيه رسالته وفترة إعداد الرسالة دي لا تقل عن ثلاث شهور ويتمتد معاه ممكن تصل إلى سنة بدون أدنى مشاكل على حسب طبعا قدرات الطالب وعلى حسب تميزه وعلى حسب إنجازه ليه رسالته العلمية طيب خطة الماجستير ثمان مصاقات اللي هتكلمنا عنهم عبارة عن إيه؟ إذا ما نجد نبص الماجستير القانون العام قناهج النواب يشتمل على ستة مصاقات إجبارية ضمن المصاقات التالية مناهج البحث القانوني والقانون الدستوري والنظم السياسية والقانون الإداري والقانون الجزائي والقانون الدولي العام بلغة الإنجليزية دي المادة الوحيدة للغة الإنجليزية بالإضافة إلى المالية العامة أجل ست مصاقات الزبيين بالنسبة بقى المصاقات الاختيارية بيختار الطالب دراسة مصاقين فقط من الخمس مصاقات التالية القانون الجنائي الدولي والتشريعات الاقتصادية والمالية نظام الحكم في الإسلام والعقود الإدارية قول الإجراءات الجزائية بالإضافة طبعا للرسالة اللي قلنا بتتستغرق أو بتجتمع على تسع ساعات ثلاثة ليه عنوان الرسالة وخطة البحث وست ساعات ليه كتابة الرسالة طب بالنسبة لماجستير القانون الخاص نفس الكلام تمن مصحبات ستة إجباريين اتين اختياريين بالإضافة للرسالة البحثية تشتبل على إيه المساقات الإنزامية مناهج البحث القانوني ودي مادة مشتركة بين ماجستير القانون العام وماجستير القانون الخاص قانون المعاملات المدنية قانون التجاري قانون الإجراءات المدنية والقانون الدولي الخاص وفقه المعاملات المساقات الاختيارية بيختار الطالب مساقين فقط هما التحكيم من ضمن هذه المساقات التحكيم في المواد المدنية والتجارية عقود التجارة الدولية قوانين الاستثمار ونقودها قانون الملكية الفكرية باللغة الإنجليزية قانون حماية المستهلك بالإضافة إلى الرسالة أتمنى أن نكون وفقنا في عرض ما يتعلق بكلية القانون جامعة أبو ظاب وعرض ما يتعلق بدراسة القانون بشكل عام وما يتيحه أو ما تتيحه هذه الدراسة من أفاق مستقبلية لخرييها وإمكانيات وفرص مختلفة لدارس القانون بشكر لحضراتكم شكرا جزيلا حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا 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 أحمد على 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 presentation and I'm going to close off the recording الله